وانا بتكلم على جيل تسعين عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا متعلقة بالكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكورة لان الساعات الاخيرة احمد حسان ميدو كان قال معلومة على فكرة معلومة في غاية الخطورة انا في اوقات كتير ما بحبش اعلق على كلمه ولكن لما الامر يتعلق بجزء قانوني بيتعلق بتعيين مدير فني لاتحاد الكورة وهل المدير الفني لاتحاد الكورة بيتطلب ان لازم يكون مع الرخصة البرو عشان يتعين في هذا المنصب ده امر ما ينفعش يعدي حتى لو هو بيقولها سواء على سبيل الهزار او الضحك او الجد لازم احضر الامر بجدية واسأل سألت مسؤول بارس جدا في الاتحاد الدولي ليه علاقة بمسائل الرخص للمدربين والليسنز في موضوع الرخص والاشراف على هذه الرخص مع الاتحادات القرية ورحت سألت في الاتحاد الافريقي دايريكت على المسؤول المباشر على موضوع الرخص والليسنز في الكاف وكان الرد بالنص زي ما قولوا لحضراتكم تعيين المدير الفني للاتحادات الوطنية امر يتعلق بالاتحادات الوطنية ولا للاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي دخل فيه ويجب على كل اتحاد ان يضع معاييره الخاصة للتعيين وبالتالي لو الاتحاد المصري حاطت معايير ان المدير الفني للاتحاد مع الرخصة البرو يبقى الاتحاد هو اللي يطبق معاييره مش الكاف ولا الفيفا لو الاتحاد حاطت معايير ان المدير الفني للاتحاد مع الرخصة ايه يبقى هو اللي يجب ان يراقب معاييره ولكن لا للاتحاد الافريقي دخل في هذا الشعب انا بقول لكم سألت سؤال مباشر للمسؤول في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اتقلي الأمر لا يتعلق بالكاف أو الفيف هذا الأمر بيخضع للمعايير الخاصة بالتعينات داخل الاتحاد الوطني سوابق الاتحاد المصري الاتحاد التنسي الاتحاد التجولي الاتحاد الغاني أي أن كان أي اتحاد وبالتالي لو الاتحاد وضع معايير معينة وشايفها متطبقة لاختيار الكابتن علاء نبيل كل التوفيل الكابتن علاء نبيل واختياره سليم جدا ولكن كل ما ذكر في الفترة الأخيرة وفي الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا أني لازم يكون معا الرخصة البرو ده كلام عاري تماما من الصحة أنا دايما ما باخدش كلام أحمد حسام ميدو على محمل الجد في أغلب الأحيان ولكن طالما الأمر متعلق بمعلومة هتفيد السادة المشاهدين ونتأكد من صحة المعلومة أو نقول أن المعلومة ده من صح كان لازم أروح للمصدر سواء في الفيفا أو الكاف وجالي رد رسمي وتقلي نصا الأمر لا يتعلق بالكاف أو الفيفا يجب على كل اتحاد أن يضع معاييره الخاصة للتعيين وأكبر دليل على ذلك بصوا على المدربين في الدورة المصر هل الاتحاد المصري بيشترط أن المدرب يكون معا الرخصة البرو؟ لا بصوا على الاتحاد الإفريقي لما بيعتمد رخص الأندية المصرية أو مدربين الأندية المصرية هل هو اللي بيعتمد ولا الاتحاد الوطني اللي بيعتمد الاتحاد الوطني اللي بيعتمد ولكن الاتحاد الإفريقي مراقب فقط أما في موضوع المزير الفني للاتحاد الأمر هنا يخضع لمعايير الاتحاد الوطن يبقى كل ما ذكره أحمد حسن ميدو عاري تماما من الصحة وقرار الاتحاد الكورة قرار سليم جدا وبنقول كل التوفيل الكابتن علاء نبيل في المهمة المنوطة به في الفترة اللي جاية لقيادة الأمور الفنية داخل الاتحاد من ناحية شكل الإدارات والمنتخبات في الناشئين والشباب خلال الفترة اللي جاية